أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مادبولي اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة لأهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد لتكون أكثر جذبا للإتثمار والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمثثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي وخلال الاجتماع تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية وقطاع التنمية الريفية والحضرية وأيضا هذا قد تم تنفيذ خمسة ألاف ومائة وثلاثين مشروعا في العديد من قطاعات مختلفة بإجمالية إثثمارات بلغت 22.25 مليار بنيها كما أن هناك ثمانية فاطل 2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات التنمية المنفذة 48% منهم من السيدات